جريمة القتل القتل من الجرائم التي اعتبرها الشرع من الكبائر والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسام القتل عقبته في الشرع خمس عقوبات نزلهم المولى عز وجل في كتابه العزيز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خمس عقوبات مفيش أشد من كده كترة جرائم القتل اللي عندنا أغواء شيطان أم انحراف أخلاقي القضية اللي هزت الرأي العام في الفترة السابقة هي قضية سفاح التجمع سفاح التجمع اللي ارتكب القتل والزنا والتمثيل بالجزس وتعاطي المخدرات وتصوير وعرض الجرائم على فيديوهات ومقاطع على الموبايل بتاعه وعلى مواقع تنشر وتبيح معاشرة الأموات من النساء جنسيا كارسة قضية غريبة جدا القضية دي رقمها تلات تلاف تسعمية اتنين وستين لسنة الفين اربعة وعشرين جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم متين ستة وتسعين لسنة الفين اربعة وعشرين اداري جنوب اسمتاني بورسعيد هذه الجناية التي استطاعت النيابة العامة انها تصل الى ارتكاب المتهم تلات جرائم قتل سابقة على اكتجاف الواقعة الاخيرة اشتركوا في القناة